مولانا هل هناك شروط محددة لقبول الصدقة والصدقات وأن لا يصحبها منن ولا أذى يعني هل هناك شروط في تقديم الصدقة للآخرين طبعا الصدقة عبادة من العبادات وينبغي لها النية الخالصة لله سبحانه وتعالى ابتداء كأي عمل وكأي عبادة من العبادات ينبغي أن يكون العمل خالصا لوجه الله ووفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والصلاة هذه الصدقة ينبغي أن تكون خالصة بعيدة عن المن والأزى والرياء فالأشياء التي تبطل الصدقات المن المن هو تعداد النعمة على المنعم عليه يعني على أننا تصدقت عليه أقول لا في يوم كذا أعطيتك كذا شفت أنا عملت معك إيه وقفت معك في يوم كذا وكت في ظهر ولم أترك في يوم كذا ولما احتجت مني مبلغ أعطيتك كذا هذا هو التعداد النعمة على المنعم عليه الأزى هو يعني إذاء هذا الفقير أو المسكين بالقول أو بالفعل فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس هذا الذي أنفق وتصدق وصاحب النفقة والصدقة بالمن والأذى مثله كمثل الذي تصدق رئاء الناس وهما في الوزر سواء يعني من الصدق بالرياء والعزو بالله والرياء هو الشرك الخفي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أول من تصعر بهم النار يوم القيامة منه متصدق لأنه تصدق من أجل أن يقال عنه متصدق وأنه كريم وأنه جواد فيقول الله له يوم القيامة اذهب إليهم وخذ أجرك منهم لمن كنت تفعل لهم حتى يقال عنك أنك رجل متصدق وأنك رجل كريم فلا أجر له المن والأذى الصدقة رياء الناس وابتغاء الصمعة أن تكون الصدقة من حرام فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة لا بد أن تكون من مال حلال مال خالص لا شبهة فيه ولا رياء ولا سمعة ولا يتبعها بالمن والأذى